بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهجري سنواصل إذن شرح مقرر كيميو عضويا نمر الآن إلى الجزء الثالث من المحور الثاني حيث سنقوم بشرح التأثير التحريذي أو الحثي إن انحياز الإلكترنات في اتجاه العنصر الأكثر كهروسالبية داخل الرابطة يؤدي كما قلنا إلى ظهور شحنة جزئية سالبة على الكلور وشحنة جزئية موجبة في اتجاه الكاربون والشحنة الجزئية الموجبة هي عبارة على نقص إلكتروني فوق عنصر الكاربون فهذا يصبح لديه نقص إلكتروني فالكاربون إذن يقوم بتعويض هذا النقص الإلكتروني من خلال عملية جذب الإلكترنات من الروابط المجاورة إذن يجذب الإلكترنات من الروابط المجاورة لتعويض هذا النقص وهو سببه انجذاب الالكترونات في اتجاه الكلور فنقول إذن انحياز الالكترونات الرابط إلى إحدى الظرتين مثل ما هو الأمر إلى الكلور يؤدي إلى تحرك الالكترونات في الروابط المجاورة كما تلاحظون في الروابط المجاورة هنا هناك تأثير التحريذي أو الحثي ماذا نعني هنا بالتأثير التحريذي أو الحثي عنصر الكلور يقوم هنا بسحب الالكترونات كما قلنا نتيجة لسحبه الإلكترونات سيؤدي إلى تغيير في طبيعة الرابطة التي توجد بين الكاربون رقم واحد والكاربون رقم اثنين كما تلاحظون لأنه نتيجة لهذا الجذب الإلكتروني سيؤدي إلى انجذاب الإلكترونات كذلك بين الكاربون واحد والكاربون اثنين فنقول أن الكلور له تأثير تحريضي إذن جاذب لأنه يجذب الإلكترونات إذن الكلور له تأثير تحريضي جاذب لأنه يجذب الإلكترونات ويرمز إليه بآي سالب إذن يجذب الإلكترونات والعكس تماما بالنسبة للرابطة بين الكاربون والكلور فالكاربون هنا يقوم بدفع الإلكترونات فبالتالي نقول أنه له تأثير تحريذي موجب إذن له تأثير تحريذي موجب يطلق عليه بهذا الشكل إذن يمكن نكتبه هنا أو نكتبه هنا إذن تأثير تحريذي موجب نفس الأمر هنا إذن إلى الكارب الرقم 2 الكارب الرقم 2 سيدفع اليترنات إلى الكارب الرقم 1 فبالتالي نقول أن الكارب الرقم 2 له تأثير تحريذي دافع دافع إذن الكاربون رقم 2 له تأثير تحريذي دافع على الكاربون رقم 1 والعكس تماما رقم 1 يجذب إلكترونات من هذه الرابطة إذن في هذه هنا يعني من هذا الناحية نقول الكاربون رقم 1 له تأثير تحريذي جاذب جاذب من هنا إذن تلاحظون إذن نفس الكاربون رقم 1 له تأثير تحريذي دافع بين الرابطة كاربون كلور له تأثير تحريذي دافع لعنصر كلور والعكس تماما له تأثير تحريضي جاذب على كاربون رقم 2 وهذا التأثير كما تلاحظون يمكن أن ينتقل إلى هذه الرابطة في نفس الاتجاه يعني لأنه خلال عملية سحب الإلكترونات من الكاربون واحد سيؤدي إلى ظهور شحنة جزئية موجبة هنا ونفس العملية ستتكرر هنا الكاربون رقم 2 كذلك سيسحب الإلكترونات من هذه الرابطة ويؤدي إلى ظهور شحنة جزئية موجبة هنا وظهور يعني شحنة جزئية سالبة من هذا الاتجاه من الرابط نمر الآن إلى شرح كيف أنه هذا التأثير التحريضي يؤثر على استقرارية الكاربون الموجب أو الكاربون السالب وأخذنا مثال هنا كاربون موجب إذن سنقوم بالمقارنة في مدى استقرارية هذه الكاربون كاتونات في الأشكال الأربعة التالية هذا الشكل رقم 1، الشكل رقم 2، الشكل رقم 3، والشكل الرقم 4 ملاحظة هنا أن التأثير التحريضي الدافع للهيدروجين أضعف من التأثير التحريضي الدافع للميثيل انتلاقا إذن من هذه الملاحظة سنقوم إذن في المقارنة بين الأشكال الأربعة إذن ماذا نعني قلنا بالكاربون الموجب؟ الكاربون الموجب هو أن الكاربون له نقص إلكتروني له نقص إلكتروني أو فراغ إلكتروني يمكن نقول نقص أو فراغ إلكتروني فراغ إلكتروني إذن هذا الفراغ الإلكتروني سيؤدي إذن إلى جذب الإلكترونات في اتجاه الكاربون سيقوم إذن بتعويض وتدارك هذا النقص بجذب الإلكترونات الموجودة في الروابط المجاورة إذن كلما كان الجذب قوي كلما كان الكاربوكاتين أكثر استقرار يعني يصبح أكثر استقرار إذن الكاربوكاتين يصبح أكثر استقرار يصبح الكاربوكاتين أكثر استقرار إذا كان الجذب قوي أو بمعنى آخر الدفع إذن الجذب قوي الجذب يعني قوي أو بمعنى آخر الدفع أو يمكن أن نقول كذلك إذا كان الدفع من العناصر الأخرى مثلاً هيدروجين أو هنا مجموعات الميثايل كلما كان الدفع قوي إذن سنقارن في عملية الدفع الإلكترونات الهيدروجين هنا يدفع الإلكترونات بصفة أو بكيفية أقل من الميثايل فبالتالي إذن الميثايل تؤدي إلى استقرارة الكاربوكاتيون أكثر من الهيدروجين وإذن يمكن أن نستنتج إذن أن رقم 2 سيكون أكثر استقرار من رقم مركب كاربوكاتيون رقم 1 يعني كلما تعددت مجموعات الميثايل في المركب كلما كان المركب أكثر استقرار لأن الدفع سيكون قوي فبالتالي إذن رقم 3 سيكون كذلك أقل استقرار من 2 ولكن أكثر استقرار من 1 بالنسبة بين 3 و 4 مراكب رقم 3 و 4 نلاحظ هنا مجموعةين مثال وهنا مجموعة مثال فقط فبالتالي 3 سيكون أكثر استقرار نستنتج إذن من خلال هذا المقارنة بين الأربع مراكبات أو الأربع كاتوبوكاتينات 2 سيكون أكثر استقرار من رقم 3 و 3 أكثر استقرار من رقم 4 و 4 أكثر استقرار من رقم 1 كذلك سأ في التمرين الثاني سنبين تأثير التأثير التحريذي على الخاصية الحمضية للمراكب العضوي أخذنا هنا مثالين مراكب أ ومركب ألف ومركب ب بالنسبة للمراكب ألف وبا يحتويان كل منهما على مجموعة كاربوكسيلية وتتصف المجموعة الكاربوكسيلية بطبع الحال بالحمضية لأنه ماذا نعني بالحمضية؟ نعني أن هنا الهيدروجين يمكن أن يخرج من المراكب من خلال كسر رابطة بينه وبين الأكسجين متى يكون الكسر سهل بين الأكسجين والهيدروجين إذا كانت الرابطة قطبية يعني كلما ارتفعت القطبية بين الأكسجين والهيدروجين كلما سهل الكسر وبالتالي خروج الهيدروجين فنقول أن المراكب حمضي أو أكثر حمضية نلاحظ هنا إذن بين المراكب ألف والمركب ب والاختلاف هنا في أن الألف يحتوي على فلور والبا يحتوي على كلور إذن سنقارن مدى تأثير فلور وكلور على مدى قطبية هذه الرابطة ماته الرابطة إذن الرابطة كذلك الأمر بالنسبة لهذه الرابطة تأثير فلور أو كلور على هذه الرابطة يتأتى من ناحية التأثير التحريذي فالفلور له تأثير تحريذي قلنا يعني جاذب يجذب الإلكترونات إذن أو نقول تأثير تحريذي سالب إذا جذب الإلكترونات فهذا التأثير التحريذي ينتقل عبر الروابط إلى أن يصل إلى الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين فتلاحظون إذن هذا التأثير التحريذي الذي ينتقل يصل إلى الأكسجين والهيدروجين ويقوم بتقوية الجذب لأنه في بداية الأمر الأكسجين قلنا يسحب الإلكترونات في اتجاه لتصبح الرابطة القطبية هنا فبالتالي إذن التأثير التحريذي للفلور يضعف إلى جذب الأكسجين للزوج الإلكتروني فبالتالي إذن يؤدي إلى تقوية القطبية هنا يؤدي إلى تقوية إذن أصبحت أكثر قطبية سنلاحظ أن نفس الأمر بالنسبة لكلور هنا سذلك يسحب الإلكترونيات ولكن بكيفية أقل يعني لأن كلور قلنا أقل يعني إلكترونيغاتيفيتي قلنا للكلور أقل من الفلور فيسحب الإلكترونيات ولكن بالكيفية الأقل يعني أبسط هنا جذب ينتقل عبر الروابط ولكن ينتقل ويصل إلى هنا ولكن يصل بدرجة ضعيفة ويضاف إلى جذب الأكسجين للزوج الإلكتروني فبالتالي إذن لو قررنا بهذا الجذب وهذا الجذب سنلاحظ أن هذا الجذب سيكون هنا أو سحب الإلكترونيات في هذا الشكل الثاني سيكون أكبر وبالتالي القطبية ستكون أكبر نتيجة لتأثير الفليوري اللي هو أكبر من تأثير الكلور وبالتالي إذن كما قلنا أصبحت أكثر قطبية رابطة فبالتالي إذن ألف سيكون أكثر حمضية من با موسيقى